أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بالتلوث بالمبيدات Pesticide Pollution الوحدة الثانية عشر ونواصل شرح محتيات هذه الوحدة واليوم في هذا المقطع نتناول أقسام مبيدات الأعشاب الهيربي سايدز تنقسم مبيدات الأعشاب هيربي سايدز حسب التركيب الكيميائي التركيب الكيميائي إلى عضوية وقير عضوية يعني إلى نوعين من الأقسام مبيدات أعشاب غير عضوية Inorganic Herbicize مثل زرنيهاد الصوديوم صوديوم أرسنيت وكبريتات النحاس كبر سلفيت وحمض الكبريتيك سلفيريك أسيد وتتصف كل هذه المركبات بسمية عامة تغضي على الضار والنافع إذن تعريف السمية العامة هو القضاء على الضار والنافع مبيدات أعشاب عضوية Organic Herbicize مشتقى سناء نيترو داي نترو أورسو كريزول وDNOC يرمز لها بذلك مجموعة 2-4 داي كلورو في نوكسي أسيتيك أسيد تقتل الحشائش ذات الأوراق العريضة مجموعة الكاربامات ضد الحشائش النجيلية ذات الفلقة الواحدة المركبات الحلقية النايتروجينية غير المتجانسة مثل مركبات تريزين تعمل على مبيدات اختيارية لحشائش معينة مشتقات اليوريا مثل مركب ديرون كلها وأيضا مجموعة سلاسي كلور حمض الخليك تراي كلورو أسيتيك أسيد ملح الصودي مستخدم لمقاومة الحشائش النجيل وهنا نرى بشكل واضح الدينيترو أورسو كريزول دينيترو أورسو كريزول من مبيدات عشاب هنا نرى التركيبة بهذه دينيترو أورسو كريزول وهي مبيدات عشاب عضوية ومشتقات سناء النايترو هنا أيضا نرى الكارببرايل الكاربرةيل الكاربامات أيضا نسميها كذلك وتقضي على الحشائش النجيلية وهنا نرى 2-4 دايكلورو في نوكسي أسيتيك أسيد وهذه تقتل الحشائش ذات الأوراق العريضة وتعتبر مبيدات عشبية عضوية وهنا الترايكلورو أسيتيك أسيد أو سلاسي كلور حمض الخليق وهي تقاوم حشائش النجيل تقاوم حشائش النجيل والمولون هي مشتقات اليوريا هنا مركبات الترايزين ومركبات الترايزين حلقية ناتروجينية غير متجانسة وتعتبر مبيدات اختيارية 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 معناها أنها تقتل حشائش معينة ولا تقتل حشائش أخرى وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونوصل في مقاطع أخر إن شاء الله